عاصمة الأردنية عمان قامت مجموعة من الوزراء ومدراء الشركات ورؤساء البنوك بالعمل كعمل في محطات الوقود وذلك تحت عمل عنوانها مشعيب في محاولة لكسر وتجوز ثقافة العيف عند الشبان العاطلين عن العمل في الأردن التفاصيل مع الزميل أعماد العضائلي ما المقصود بكلمة مشعيب؟ ها هي عدسة كاميرا الام بي سي اقتربت وشفت عن أسماء ومراكز من لبس القمصان الحاملة لتلك الكلمات وزراء ومدراء ورؤساء بنوك وشركات يعملون في محطات البنزين لكسر ثقافة العيب في العمل وهنا تجلت التحديات والمغازي بقصد تلك الكلمات الهدف منها نصلت الضوء على بعض الوظائف اللي بيعتبروها الشبابنا إنه عيب لأن الشغل مهما كان وبأي مجال كان الشغل مش عيب مش عيب لقمة العيش الواحد بتعب فيه وبيجيب قرشين شو ما يجيب مش أفضل من ما يقعد في الدار يستنى ولا يشتغل ولا يسوي أبدا بالعكس شرف هذا هذا شرف ومش عيب مجهود قد يحرك بعض الشباب العاطلين عن العمل وغير المتنازلين أن يكونوا عمالا كهؤلاء وضع يطرح سؤالا عليهم إلى متى ستبقى تأخذ مصروفك من البابا وهذا هو العيب الرسالة تكمن بأن الشغل مش عيب يعني بدل ما ظلوا واحد يضلوا قاعد في بيته نايم للساء 11 أو 12 ويضوا وقته على الأهاوي ويأخذ مساعدة من هنا ويمد إيده للناس إحنا منقول إنه الشغل مش عيب أي نوع عمل مش عيب إن كان في محطة محروقات أو في عامل وطن أو في مطعم أو موظف دولة أو موظف في مؤسسة تجارية العمل مش عيب أحسن من قاعدة في البيت أن تشعر بتعب فئة العمال أن تعمل لتعيش أن تكون رقما صحيحا وليس كالصفر على الشمال رسائل ربما شفت عنها كلمتان وهما مش عيب وحبذ أن يجد القبول المنشود عند الشباب والشابات أن تعمل كهؤلاء أو دون ذلك من الأعمال بصراحة بنحكي لك مش عيب العيب أن تمد يدك في الجيب والجيب فاضي وإنت عامل فيها باشا وقاضي المهم أن تأكل لقمتك بعرق جبينك وأن تثور على برجوازية العيب بالعمل عماد العضاي لإم بي سي عمان فعلا العمل مش عيب تحية تقدير لكل من شاركوا وساهموا في هذه الحملة سنتابع مشاهدينا آخر أسعار العملات والأسهم والنفط